نهاردة في حكاية ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا كان خلاص الكافي مبارح حسم الأمر بالإعلان رسميا أن المغرب تستضيف المباراة النهائية واتكلمنا كثيرا عن هذا الأمر اليوم نادي الأهلي بدأوا بإجراء اتصال هدفي بين الكابتن محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة ومع رئيس اتحاد الكرة والعديد من الجهات المعنية بشأن موقف النادي بخصوص أزمة ملعب النهائي والنادي الأهلي قال من خلال موقعه الرسمي أن الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماعات مع قطاعات وشركة الكرة وشؤون القانونية بالنادي وتواصل مع بعض القانونين من خارج البلاد والمتخصصين في القضايا الرياضية وبعد كده طلع اتحاد الكرة بيان قال فيه أنه ده البيان أمام حضراتكم أقرأه لكم نصا اتحاد الكرة يخاطب كاف لرفض إقامة نهائي دوري الأبطال بالمغرب حفاظا على حقوق النادي الأهلي أرسل اتحاد المصري لكرة القدم خطابة رسمية للاتحاد الأفريكي لكرة القدم كاف لتأكيد طلبه بالخطابات العديدة المرسلة سابقا للاتحاد الأفريكي بإقامة المباراة النهاية لبطول دوري أبطال الأفريكي على ملعب محايد بعدما أعلن الكاف إقامتها يوم 30 مايو الجاري باستاذ محمد الخامس بالمغرب ده كان بيان اتحاد الكرة وكمل اتحاد الكرة وقال شدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه على رفضه التام لإقامة المباراة النهاية لدوري أبطال أفريكا للنسخة الحالية بالمغرب لسيما وأن هذا القرار يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بعدما اقترب فريقاء الأهلي والوداد المغربي من التآهل للمباراة النهاية وهو ما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الكاف بضرورة الالتزام به في خطابين سابقين ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم دعمه الكامل للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في مطلبه العادل والمشروع وحقه الأصيل في إقامة المباراة على ملعب محايد احتراما لقاعد اللعب النظيف كما يؤكد الاتحاد المصري على استعداد والاتخاذ كافة لقراءات التصعيدية القانونية المشروعة حفاظا على حقوق النادي الأهلي وده موقف في غاية الاحترام من الاتحاد المصري لكرة القدم بصراحة بصراحة ننتقد كثيرا ونشيد أيضا كثيرا ده موقف محترم من اتحاد الكرة وده موقف واجب من اتحاد الكرة المصري تجاه نادي الأهلي في مطالباته